يعد مضحف الموسيقار محمد عبدالوهاب بالمعهد العالي للموسيقى العربية شاهداً على المسيرة الفنية له عبر مقتنياته الشخصية وأدواته الفنية كما يعتبر المضحف بمثبة بيت للطرب لعشاقه وأحفاده الذي يستعيدون ذكرياته بين هذه الجدران يتجول عشاق زمن الطرب الأصيل للعودة لألحان وموسيقى الماضي لأحد عمالقة الفن والموسيقى في مصر والعالم العربي وهو موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذي استطاع أن يظل حياً بمسيرته الفنية عبر مقتنياته الشخصية وأدواته الفنية التي احتضنها متحفه بمعهد الموسيقى العربية ليروي لنا هذا المتحف ما جسده من حكايات لعبدالوهاب بيتم إتاحة وفتح المتحف مجاناً للجمهور في الفترة من 12 مارس إلى 16 مارس المتحف مقون من مجموعة مقتنيات فنية ومجموعة مقتنيات شخصية للفنان محمد عبدالوهاب أول ما الزائر بيدخل بيشوف العود الخاص بالفنان محمد عبدالوهاب وهو كاتب عليه بخط ييده باسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين محمد عبدالوهاب العود صناعة 1962 مسيرة غنائية سجلها التاريخ لعبدالوهاب عبر محطات كثيرة وسجلتها قاعة السينما بالمتحف لتحمل أغانيه وألحانه ليستمتع بها الزائرون فضلاً عن هذا المسرح بمعهد الموسيقى العربية حيث كان عبدالوهاب أول من صعد خشبة هذا المسرح وغنى بصوته في افتتاح المعهد عام 1923 بالإضافة لعرض الجوائز والتكريمات التي حصل عليها هنلاقي الخواطر اللي طلعت للدنيا خواطر الأفكار الألحان والخواطر اللي ما طلعتش للدنيا كانت فكرة بس دي هتلاقي أفكاعة الاستماع طبعاً المتحف من كونسكار محمد عبدالوهاب بيكون من ثلاث أجزاء البرت الأولاني اللي هو القاعة الكبرى ده فيها نيشينه فيها العود الأبرمها مع الإزاعة المصرية إنه يشين الأهدى من الملوك ورؤساء العرب من التلفزيون الأجنبي من جزء كبير من قطاع من بيته ومن غرفة نومه ومن مكتبه المعهد بيمثل إيه للاحتفال بذكرى محمد عبدالوهاب وده لسبب بين اتنين أولاً وجود متحف محمد عبدالوهاب لإن المعهد بيحتضن المتحف في جنبات المعهد ثانياً لأن محمد عبدالوهاب أول الدارسين في معهد الموسيقى العربية ثانياً أول من غنى على قشبة مصرح معهد الموسيقى العربية لم تتردد أسرة عبدالوهاب لحظة في تقديم كل هذه المقتنيات للمتحف الذي يعد بمثابة بيت الطرب لعشاقه وأحفاده الذين يستعيدون ذكرياته بعد فتح أبواب المتحف لهم بالمجان بمناسبة ذكر ميلاده الذي يوافق الثالث عشر من مارس كل عام الحاجات اللي احنا دي كتحادات كلها عندنا في البيت فإحنا قدناها للمتحف عشان يبقى في مكان نعرف أن الناس كلها تعرف تفهم مين عبدالوهاب وعبدالوهاب عمل إيه ووصل من فين لفين واللي عرف يعمله في التسعين سنة اللي هو عاشهم كموسيقار وكفنان وكبنيايدا برضو فرصة حلوة أنه نيجي نتعرف على المكان ده مكان لطيف الأغاني أنا لما شفت الموسيقى هذه ليلتي كانت حاجة حلوة أنه أنا أبعز في موسيقى فكانت ذكرى لطيفة أني أشوف ده قدامي الأيام دي احنا بنعيش ذكرى ميلاد الفنين الراحل محمد عبدالوهاب موسيقى المصري الكبير اللي كلنا بنفتخر به ودور المتاحف في الوقت ده أني احنا نعرف بالشخصيات دي ونربط اللي حصل قبل كده يعني نربط يعني زي وجدنا قبل كده بالحاضر اللي احنا بنعيشه مكانة تاريخية وفنية لمتحف عبدالوهاب الذي حفر اسمه في قلوب عشاقه وجسد المتحف تاريخا فنيا أصيلا